بسم الله الرحمن الرحيم مجمعة تشمل كل أفكار المسائل في منهجنا أول مسألة في الطاقة الميكانيكية بيقول لي إيه شطار سقط حجر كتلته كذا يبقى دي مين الكتلة شكرا يا مستر مين ارتفاع كذا يبقى دي مين يبقى دا الارتفاع فيه أو المسافة عمه عايزك تحسب مين احسب طاقة الوضع وحسب طاقة الحركة بس عطيلك شروط إيه هي الشروط أول شرط بيقول لي أنا عايزها في ثلاث مراحل أنا عايز تقط الوضع وإحنا لسه فوق خالص في بداية السقوط وعايز الوضع والحركة وإحنا على ارتفاع مترين بيتأمر وإحنا عايزين تقط الوضع والحركة لما نهبط لسطح الأرض يعني كأنهم ثلاث مسائل بس ثلاث مسائل في ارتفاعات مختلفة بداية السقوط يبقى في أعلى نقطة عندما يصل للأرض أقل نقطة مين ارتفاع مترين يعني حاجة في النص أو التلتة أو الربعة حسب الأرقام طيب أول واحدة هنجيب مين هنحسب تقط الوضع طب تقط الوضع كلنا عارفين قانونها تقط الوضع قانونها إيه الكتلة فعجلة الجاذبية الأرضية صح في مين في الارتفاع الكتلة في العجلة في الارتفاع طب الكتلة موجودة الكتلة آه موجودة بكام بخمسة طب والعجلة عجلة الجاذبية الأرضية كلنا عارفين عشرة ودي سبتة طب والارتفاع بيقول لي ارتفاع تمانية متر أضرب دول في بعض تطلع الإجابة ربعمائة ربعمائة إيه ربعمائة جول الكلام ده في بداية السقوط ييجي ولد يقول ما هي سهلة يا مستر أنت حضرتك تكتل قانون وخلاص الكتلة في العجلة في الارتفاع وطلعت الإجابة قلت له جميل قال لي بس يا مستر حامد دي تقط الوضع قلت له تمام قال لي الرجل كمان عايز منك تقط الحركة قلت له اتطمن تقط الحركة هنا معروفة قال لي كام قلت له صفر اش معنى يا مستر قلتها على طول طالما في بداية السقوط يبقى أنت فوق قوي فوق قوي يبقى أعلى قيمة الوضع والحركة أقل قيمة بصفر شفت الكلام طب لما نيجي عندما يصل للأرض هتيبقى العكس يا ولاد طب تحبوا مننا نبدأ معاكم بيدي يلا علشان نسيب الوسط هنا هنجيب مين الأول هنجيب طاقة الوضع زي ما احنا تعودنا طاقة الوضع كام هو مش وصل للأرض آه بدامه وصل للأرض يبقى الكورة أو الجسم موضوع يبقى طاقة الوضع بتاعته صفر وانا قلت لك دي عكس دي هنا الحركة صفر هنا الوضع صفر يبقى أنت فاضلك تجيب مين تجيب طاقة الحركة طب جيب طاقة الحركة ازاي تبدل تاخد الربعمية دي الربعمية دي وضع عام يعني الربعمية نائز صفر تطلع الإجابة ربعمية جول شفت الفرق هنا يبقى عند بداية السقوط طاقة الوضع أكبر ما يمكن والحركة صفر طب عند السوصول للأرض الوضع ياخد الصفر والحركة تاخد الربعمية يبقى تبديل جميل جدا تعال بقى عند ارتفاع مترين وعمه عايز مين طاقة الوضع برضو نفس الكلام هنكتب القانون الكتلة فعجلة الجاذبية الأرضية فيه الارتفاع الكتلة خمسة العجلة عشرة الارتفاع الراجل قليت قوي وبيقولك عند ارتفاع مترين يبقى تضرب في اتنين خمسة في عشرة بخمسين خمسين في اتنين بميت جول كده انت جبت طاقة الوضع فاضل ان انا جيب مين طاقة الحركة طب اجيبها ازاي يا مستر اعرف ان دا الاجمالي دا العام طالما طاقة الوضع اعلى ما يمكن في بداية السقوط يبقى دي الطاقة الميكانيكية العامة طب دي ربعمية اتخذ منها مية للوضع يبقى الحركة نجيبها ازاي نطرح ربعمية نقسمية تطلع الاجابة 300 جول شفت الموضوع بسيط ازاي ادي المسألة بتاعت سقط حجر اللي الولاد بتخاف منها تعالى للمسألة التانية بيقولي تسقط كمية من شمية شلال وزنها كذا المسألة دي اطيب من اللي فاتت ايوة اطيب هقولك ليه واللي ارتفعه يبقى دا لك معلومتين ادالك الوزن وادالك مين وادالك الارتفاع فيه طب ليه مستر قلت اطيب المرة اللي فاتت علشان نجيب تاقط الوضع كنت بدل الوزن بقول ايه الكتلة في العجلة واضرب في الارتفاع لكن هنا جاي الوزن جاهز يبقى لما تيجي تجيب تاقط الوضع هتقول ايه الوزن في الارتفاع على طول من غير ما نستعمل عجلة الجاذبية الارضية هنا النوع الايه المباشر طبعا معايز مين تاقط الوضع والحرقة ونفس القصة عند القمة وهنا اسفل وهنا نص المسافة ثلاث لعبات يلا يا ولاد هنبدأ نقول مين هنقول طاقط الوضع طاقط الوضع قانونها ايه المرة دي هنقول ايه يا ولاد الوزن في الارتفاع طب ليه قلنا الوزن في الارتفاع على طول لان ما فيش كتلة يبقى دا النوع المباشر الوزن عشرين واللي ارتفاع خمسين هتضرب عشرين في خمسين يطلع ألف والوضع بالايه بالجول طب انت كده جبت طاقط الوضع فضلك يا مستر حامد تجيب طاقط الحرقة الجملة وعكسها طاقط الوضع وإحنا فوق قوي أكبر ما يمكن طب والحرقة تتلاشى تماما يبقى قيمتها بصفر الجملة وعكسها زي ما علمتك طب تجي نجيب نص المسافة لا لو انت زكي هات مين أسفل الشلال على شام ترتاح هنبدأ بمين يا ولاد طاقط الوضع المية فان المية على الأرض طالما المية على الأرض يبقى طاقط الوضع بتساوي صفر مفيش حد أحسن من حد هنا الحرقة صفر وإحنا فوق هنا الوضع صفر وإحنا تحت طب نجيب طاقط الحرقة ازاي الجملة وعكسها مش طاقط الوضع وهي فوق أعلى ما يمكن ألف آه يبقى الحرقة هنا ألف نقص الصفر يبقى ألف وتكتب كلمة جول يبقى أسفل عكس قمة اللي اتنين سهلين نجي لكلمة نصف المسافة نعمل إيه علشان نجيب طاقط الوضع عندي طريقة جميلة جدا يجي ولد يقول بدم نص المسافة يبقى نستعمل الخمسة وعشرين يبقى نكتب طاقط الوضع الوزن في الارتفاع بس الارتفاع هناخد نصه يبقى عشرين في خمسة وعشرين يطلع خمسمية أقول له كلام جميل طب في حل آخر آه تعال ونقول لك الحلين هنقول هنا طاقط مين طاقط الوضع هنجيبها ازاي يا ولاد هنقول الوزن في الارتفاع الوزن في الارتفاع الوزن عشرين والارتفاع علشانه نص المسافة يبقى خمسة وعشرين هتطلع خمسمية جول بطاقط الوضع طب الوضع خل خمسمية يبقى الحرقة الالف ينائس خمسمية هتبقى الإجابة برضو خمسمية جول شفت ازاي طب حل آخر حل آخر أهو هنعمل ايه انت عندك الالف دي الطاقة العامة الطاقة الميكانيكية يبقى نقول طاقط الحرقة قد طاقط الوضع في نص المسافة ناخد الالف ونقسمها على الاتنين تبقى الإجابة خمسمية جول يبقى عندك حل بالقانون والحرقة بالطرح أواخد الإجابة الإجمالية وقسمها على الاتنين دي المسألة التانية ونجي للمسألة التالتة والأخيرة بيقول لي قزف شخص قرى كتلتها كذا شكرا يبقى دي القتلة وكانت على ارتفاع كذا يبقى دفاه والسرعة كذا يبقى دي عين السرعة احسب الشغل المبزول من الشخص علما بإن العجلة كذا يبقى عجلة الجاذبية الأرضية أول ما يبديك العجلة يبقى أنت هتستعملها مع القتلة مع الارتفاع علشان تجيب مين علشان يجيب طقط الوضع يبقى في البداية أنت عندك معلومات إيه المعلومات اللي موجودة الكتلة موجودة والارتفاع موجود ماشي والسرعة موجودة والارتفاع موجود والعجلة كمان موجودة نجيب مين الأول نشوفه بيقول لك احسب الشغل المبزول لازم في البداية نأكد على حاجة يا جماعة أول ما يقول لك احسب الشغل الشغل اللي هو مين اللي هو الطاقة الميكانيكية طب الطاقة الميكانيكية أصلا قانونها إيه عبارة عن مجموع طاقة الوضع زائد طاقة الحركة بس يا مستر حامد احنا لا لسا جبنا دي ولا جبنا دي اوكاي ما نجاي معك هو جب لك كل حاجة طاقة الوضع هيبقى قانونها إيه يا ولاد هيبقى قانونها الوزن في الارتفاع أو الكتلة في مين في العجلة في مين في الارتفاع الكتلة خمسة من عشرة والعجلة عشرة والارتفاع اتنين ديف ديها تطلع خمسة خمسة في اتنين بعشرة عشرة إيه جول يبقى انت كده جبت المطلوب أولا طاقت الوضع ما فيش حد أحسن من حد نجيب طاقت الحرقة طب مين فيكو فاكر قانون طاقت الحرقة برافو عليك نص في الكتلة في السرعة تربيع وخصوصا إن الحمد لله الكتلة موجودة والسرعة أهي موجودة النصه والكتلة خمسة من عشرة والسرعة تمانية طب الكل تربيع يبقى تمانية لكل أس 2 هتطلع الإجابة بالآلة 16 جول كده مستر حامد جاب خطوطين جاب الوضع بكام وجاب الحركة بكام طب يا مستر ده الرجل بيقول لك احسب الشغل المبزول الشغل المبزول اللي هو هرجع اكتبها لكتلة عشان تحفظ معايا اللي هو الطاقة الميكانيكية والميكانيكية جمع الوضع زائد الحركة الوضع طلعت عشرة والحركة طلعت 16 ونتج الجمع 26 والتمييز بالجول كده خدنا كل الأفضل وبكده يا أولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي اشتركوا في القناة